تعتبر رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية رؤية مهمة جداً ستحول المملكة لتصبح أكثر رقمنا ولتحقق التحول الرقمي ولفعل ذلك فنحن بحاجة إلى بنية تحتية رقمية وهنا يأتي دور تكنولوجيا الجيل الخامس إذ توفر هذه التكنولوجيا بنية تحتية ذات موثوقية وأمان وأداء عال تقود عملية التحول الرقمي في المملكة أخبرنا أكثر عن مشاركة أريكسون في مؤتمر ليب يشكل هذا المؤتمر حدثاً مهماً وقد حققت المملكة نجاحاً كبيراً في إقامتها لمؤتمر ليب كنت قد شاركت في النسخة السابقة للمرة الأولى ووجدتها تجربة مهمة جداً لنا للتفاعل مع عملائنا وشركائنا والحكومة على حد سواء لذلك حرصنا على المشاركة هذا العام وأنا متحمس جداً لأن هذا المؤتمر يسهم في تحقيق التطوير المنشور بالحديث عن التكنولوجيات اليوم لدينا تكنولوجيا جديدة وهي الجيل السادس ال6G وربما قد يكون من المبكر الحديث عنها ولكن أخبرنا أكثر عنها إن أمكن في الحقيقة لست متأكداً من أنه يجب علينا أن نتكلم عن تكنولوجيا الجيل السادس لأنها ستشكل تطوراً كبيراً في مجال تقنية المعلومات لأنها ستدخل ميزات إضافية إلى الشبكة كالسرعة أعلى ووقت استجابة أقصر والسماح بعدد أكبر من الروابط عبر الشبكة لذا تعتبر 6G تطوراً كبيراً بعد ال5G وسيرسي هذا النوع الجديد من التكنولوجيا معايير جديدة وستصبح هذه التكنولوجيا متوفرة تجارياً بحلول عام 2028 أو 2029 لذا من المبكر الحديث عنها ولابد لنا التركيز حالياً على تكنولوجيا الجيل الخامس واستخدامها لزيادة الابتكار والتقدم برقمنة المجتمعات